السلام عليكم يا دكاترة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن وحنركز على الحاجات المهمة عندكم في العملية. اول حقيقة نتكلم عليها النهاردة بتاعة اللي مهمة عندي في العملية. عندي ايه? ويه? ويه? ولك التقسيمة دي بتعتمد على وجود جوه ايه? مصورة السلاح. مصورة السلاح اللي عندي اللي تحت دي هلاقي من جوه في ايه? ده ايه? يبقى دي مصورة سلاح ايه? اما المصورة اللي فوق دي دي تبقى ايه مصورة سلاح ايه? بالنسبة للمصورتين دول دول برضو ايه اما بالنسبة للمصورة السلاح دي ايه? الجدول ده بيوضح لنا الفروق بين والنا والرايفل دو وبن شوية تجميع عملناهم من العمل. بيقولك كلهم اما فمين فيه منهم ايه? لونج وفيه منهم ايه شورت. بالنسبة لكلهم ايه? يعني ايه? يعني انا لازم اشيل الفارغ في ايه دي. اما فبيقولك فيه جزء من ايه? وفيه جزء اوتوماتيك. بالنسبة ل الجلبيش تيل فيه ممكن عندي فيه من من الا شوكس او سلط اما بالنسبة للرايفل دو وبن زي كلوهم ايه? بعد كده من نان رايفلد ويبن هم ايه ايه ا اما بوعين يجان او جفير جان بالنسبة للرايفلد منه نوع لونج وفيه نوع الثاني ايه شورت. بالنسبة دي بيتوريين الفرق بين الاؤتوماتيك و النا نا فيوليك في الاؤتوماتيك كارتلش بيبقى فيه تحت هنا في جروف اما بالنسبة للا نا اوتوماتيك كارتلش فبيبقى فيه تحت حاجة اسموها ايه بو جيكتين جرين اول جزء من درس النهاردة هنتكلم عن كارتلش بيقولك بتقاسم لنوعين النوع الاول حاجة اسموها ايه والحاجة التانية ايه الجفير دي ايه البنادق بتاعة دي البنادق بتاعة الصيد والبنادق بتاعة الغفرة. بيتكلم اول حاجة عن دي الكارترش الوحيدة اللي عندكم اللي مصنوعة من البلاستيك او من الكارتون. بيقول لك ادي الكارتلش دي مصنوعة هي ادي ده بلاستيك وده كارتون. بيقول لك بتبقى ايه فتد على ايه والا في السنتر بتاعه وفي حاجة اسمها ايه ب abuse or worsepipe. ادي بيتوضح ادي ايه وفي السنتر بتاع this ايه دي عندي ايه ال CCB. في الصورة هنا بتوضح لقطاع طولي في في الكارتلش بتورين ايه شكل بيقول لك دي عبارها عن بيقول لك مبطلة من جوة بايه? البيست دي هي المسؤولة عن تكوين طب ازاي? بيقولك هنا لما بيجي يحصل بيدرى بايه? الفايرنج بين على البركاشن كاب. فبيقولك البيست اللي في البركاشن كاب دي بتحتوي على جلس بودر. دي ايه? بيحصل لها احد كاك? في وجود الاكسجن اللي هو في وجود مادة قابلة للاشتعالة هو ايه? فبتنتج عني اللي هتحرق لي ايه? بودر. السلايد دي بتوضح لي ايه? قطاع قطولي في القارتلش. بيقولك ايه بين ايه? حنشوف بتاعت القارتلش. احنا قلنا ايه? على البركاشن كاب فيه عندي ايه? الجام بودر. فيه حاجة اسمها ايه? فيه عندي واخر حاجة اللي بيتقفل القارتلش من فوق حاجة اسمها ايه? الاكسترنال واد. في بيقولك هنا لما بيحصل فيرنج البركاشن كاب ده ايه? هيعمل اللي اللي هتحبله ايه? الجام بودر. فيطلع لكمية من الجازز. الجازز ده يروح يدفع ايه? الانترنال واد. الانترنال واد تدفع الشوتس. والشوتس ايه? تدفع الاكسترنال واد وتطلع برة القارتلش. ان شاء الله دلوقتي حناخدوا المحتويات بتاعت القارتلش بالتفصيل. ممكن اي واحدة فيهم تنزلك عيناة في العمل. في اول الحاجة هناخدها هي ايه? الجام بودر. بيقولك الجام بودر دي عندي نوعين. عندي بلاك جام بودر. ايه ايه? جام بودر. بيقولك البلاك جام بودر دي بتتكون من عشر في المية سالفر خمستاشر في المية كربون خمسة وسبعين في المية ايه بوتاسيوم نايتريد. بيقولك الاحتراق وان فوليم من البلاك جام بودر مسؤولة عن تكوين تلتميد فوليم من الجازز. هي دي عينة البلاك جام بودر. هي بالزبط عبارة عن ايه? بلاك آآ فاين بودر. بالزبط فاين بودر من هالشكل معين. عشان هي بتحتوي على النسبة من الكربون. فحلاقيها هنا ايه? بتها البيبلي القطنة. فتنزلك عينة زي كده في الامتحان. فحتقول ده ايه? بلاك بودر. هي فاين بودر. ولونها ايه? بلاك. بعد كده هاتي اكتبقي الكونتينت بتاعتها. هي بتتكون من ايه عشرة في المية سالفر. خمستاشر في المية كربون. خمسة وسبعين في المية وتاسية من تاني نوع من انواع البودر اللي عليكو هو الايه? باودر ده بيستخدمون غالبا في ايه? في الاسلاحة الحديثة بيقولك بيتكون من نايتروس روز و ايه نايترو جريسرين. بولك ايه? بي ايه ليه ممكن تبقى ايه كيرانيونز ممكن يكون ايه اسكيلز ممكن يكون ايه كوردايت. بولك لي ايه? الوان مختلفة ممكن تبقى ايه? وايت براون ايه ايه كرينت. ايه في برضو ايه انواع من بيبقى لونها بلاك في عيناك عندنا لونها بلاك. بولك ايه احتراق من الاسموكلس جنب بودر ده ينتج لكسعمائة فوليا من ايه الجازز. فعشان كده ده افضل من ايه البلاك جنب بودر. وغيرك حاجة تاني هو ايه نسبة الهباب اللي بتنتج من السموكلس جنب بودر. هقلب كتير من نسبة الهباب اللي بتنتجلي من البلاك جنب بودر. العينات دي بتوضح لي السموكلس جنب بودر. ايه ايه اول عينا عندي ده هو الايه? اللي شبه ايه عشر السمك واللي في الطبق ده برضو هو ده ايه? السكيلز. الامبوبة التانية دي عبارة عن ايه? الكوروضايت. اللي شبه ايه سن غمس نوم متكسر. هنا ايه? بقينة اكتر. واخر امبوتين دول اللي هما ايه? الجرانيولز. وده برضو ايه? جرانيولز. ممكن تنزل لك اي امبوبة ايه دي. هكتب ايه هو ده عبارة عن ايه? اسموكلس جنب بودر. اكتب الفورم اللي جايي لي. لونه ايه? بعد كده بكتب ايه بتاعه ايه بتاعتهم يهو ايه نايترو سلوروز ونايترو جليسين واخر حاجة بكتب عندي ايه? الديفرينشال دياجنوز اللي هو ايه? الاثر فورم. قلنا بعد الجنب بودر في عندي في حاجة اسمها ايه? الانترنال واد. الانترنال واد ده عبارة عن بيقول لك ايه? مصنوع من البلاستيك او من الكارتون او من الفلين. بيقول لك اهم حاجة وظيفته بتاع بيعمل كايه? بيعمل كبستون. يعني ايه بستون? البيستون ده يعني كمجبس. ايه ليه بيعمل كمجبس? عشان هو ايه? ايه? بيخلي الجازز وراها ما بيمنع ايه? تفلتها بين الشوتس عشان ما تلقدش قوةها. الصورة دي بتوضح لي ايه الانترنال واد. ممكن تجيلك عينة زي كده حاجة تبدا عبارة عن ايه? ده الانترنال واد. وبعد كده حاجة بايه? الفانكشن بتاعت هاي اللي احنا ايه? لسه عاجلينه. هو ايه? بيستون هو ايه? 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 بعد كده عندي في الكارتج ايه? الشوتس. الشوتس ده عندي ايه? ايه? اما تبقى ايه? 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 او ايه? وما نسيش الشوتس بتاعت دي بتبقى مصنوعة من الليد. ايه ممكن تجيلي عينة زي كده. هقول ده ايه? شوتس ماشين ايه ايه ميت. قديني شايفهم ايه ريجولر. كور صغيرة خلص. ومصنوعة من الليد. والعينة دي برضو هي ايه? ماشين ميت. بعد كده اخر حاجة عندي في الكارتج اللي بتقفل الكارتج من فوق ده ايه? عبارة عن ايه? ايه? سن. اه سن ديسك مصنوع من البلاستيك او من الكارتون. بيقولك ايه وظيفته وظيفته ايه ما بيبقى ايه? اول حاجة التانية ايه? هيجي لك اعينة زي كده. هقول ده ايه? او بتاعته. في كده بنكون خوصنا بتاعت الكلاسكا الكارتلش. ده الكلاسكا الكارتلش بتاعت الايه? بيقولك بدأوا ايه طبعا ايه? يغيروا في الكونتنت بتاعت الكارتلش بتاعتي عشان ايه يزودي الاكريسي والافيكاسي بتاع الفايرينج. بيقولك راحوا ايه من ضمن الحاجات اللي عملوها في حاجة اسمها ايه? زي هنا موضح عندنا في الكارتلش دي. بيقولك البوليسين قد دي البوليسين قب بيقولك بتعمل ايه? وظيفة يعني الكارتلش دي ما فهاش ايه بيقولك ايه اضافة هي ايه? من فوق فيها قب. القب ده ايه? بيبقى مرسوس جواه وظيفته هو ايه? بيقولك البوليسين قب دي ليها وظيفة ايه ليها ممكن تعمل حاجة تانية هي ايه ممكن تعمل لو ايه خبطت في جسم الانسان. اهي ممكن يجي لك ايه عينة زي كده. ده ايه? عبارة عن اهو. ادي الحيط دي مكان والكب اللي من فوق ده هو اللي احنا بنوص فيه. راح اكتبه الوظيفة بتاعته هي ايه? والحاجة التانية هي ممكن تعمل ليوند بس في الاسمول رينش. وبكده نكون خلصنا اول نوع في اللي هو اللي سبورت انجل جاند كارتليش وبقى بعد كده هنتكلم عن الجفير كان كارتليش ده النوع الديني. بيقولك ايه? ايه الجفير بتحتوي على تلات انواع اللي هو ايه? نوع اسمه ونوع اسمه شنيدر وتالت نوع نوع اسمه ايه? ما بين جدون. بيقولك الكارتليش بتاعت الجفير بشبه الكارتليش بتاعت تل سبورتنج بس بتختلف فيها تلات خطائفات. بيقولك اول حاجة الجفير جان كارتليش بتتكون من البراص. بيقولك بالنسبة للكونتنت بتاعت الجفير دي آآ في عندي النوع اللي اسمه جرينر بيحتوي على بيك شوتز اكبر من الشوتز بتاعت السبورتنج وفي النوعين اللي هو الشنيدر والريمينجتون دي الكارتليش بتاعتهم بتحتوي على الايه? السلق. بيقولك السلق دي حاجة سيمي كيوبكا حق انصاف مكعبات ومصنوعة من الليد. بيقولك بعد كده بيقولك الجفير جان كارتليش برضو بتختلف عن السبورتنج فيه هي ايه? ما بتحتويش على اكسترنال وات بيكتفي هو ما بيعملو ايه بندنج للطرف بتاع الكارتليش. اهي صورة للجفير كارتليش. اهي كلها مصنوعة من البراس. وادي الاند بتاعتها هي ايه? مقفولة عن طريق ايه هم ايه عامللوها بندنج على نفسها ما بتحتويش على اكسترنال وات. ادي هنا ايه ادي البندنج. دي صورة بتوضح لي السلق اللي هو ايه? السيمي كيوبكا اللي هو شبه ايه انصاف مكعبات. ممكن تجيلك عينة زي كده في الامتحان. حاجة بدي ايه سلق. اسمول هاف ايه كيوبس. تاني حاجة ايه مصنوعة من الليد. وممكن بتبقى موجودة في ايه شنيدر وايه آآ ويرمينجتون. بعد كده ان شاء الله هنتكلم على النص الجزء التاني من الدرس اللي هو ايه الرايفل دي كارتلش. بيقولك الرايفل دي كارتلش بتقسم الى نوعين وشورت. ازاي بفرق ايه القارتلش بتاعة عن الكارتلش بتاعة الشورت. بيقولك اول حاجة حكاية طول بتبقى ايه. ايه طولها ايه? اطول نسبيا بالنسبة لل ايه بالشورت. تاني حاجة بيقولك الكارتلش بتاعتيها ومن فوق موجود فيها البوليت. البوليت بتاعة بتبقى ايه? طولها لونج وتبقى ايه? نهايتها. اما بالنسبة للشورت فلقيه البوليت بتبقى ايه شورت ونهايتها ايه بلانت. الطايفز بتاعة زي ما قلنا يفيه نوع عندي والحاجة التانية ايه شورت. يقولك كل نوع دي بينقسم لتوصاب طيب عندي اما يكون ايه اوتوماتيك او نان اوتوماتيك. وبرضو نفس النظام الشورت ممكن يكون ايه اوتوماتيك ونان اوتوماتيك. يقولك الشورت ايه ايه ويبن ليه اسمي هو اسمه ايه اوتوماتيك بيستول. فنفس النظامي هو الشورت نان اوتوماتيك ايه ويبن ليه اسمي هو ايه الريفورفر ده ايه مسدس الزاية. يعني لو جات لي كارتلج في الامتحاني هي كارتلج ايه شورت واوتوماتيك لازم هي دي ايه بنكو ثاني هي دي ايه بتاعت الاوتوماتيك بستول. لو جات ليه بتاعت الشورت انها الاوتوماتيك برضو لازم اكتب ايه دي بتاعت الرفورفر. بعد كده هنتكلم عن انواع البولت. البولت ممكن تبقى ايه او شورت. زي ما قلنا قبل كده بتبقى ايه زي بصورة اللي هنا. التحت اما اما الشورت بتبقى ايه شورت و بلانت. زي الصورة اللي فوق. البولت بتاعتي ممكن تبقى ايه جاكتد او نان جاكتد. آآ بيقولك البولت بيصنعوها من الليد. بلقي الليد عند السرعات العالية بيحصلها ايه فرجمنتيشن. بدوا يصنعوا ايه جاكت. الجاكت ده ممكن يبقى ايه من النيكل. ممكن يبقى من الكبر. يحميها بورتيكت البولت من ايه هي يحصلها فرجمنتيشن. هنا زي في الصورة اللي عندي البولت اللونجي دي ايه? جاكتد والبولت ايه الشورت دي. برضو جاكتد اما اللي اتنين بولت دول ايه اللي ايه لونهم شبه سين للقلم وصاص دول ايه? نام جاكتد. لكن دلوقتي يعني شوية حاجات مهمين عندنا في امتحان العملية. بيقولك لما بينزل لك في الامتحان المفروض الواحد ما ينساش يوص ع البركشن كم. بيقولك ان الواحد لما بيبص ع البركشن كم بيبقى فيه ايه احتمال من الاتنين اما حيلاقي ايه فيه عند او في ايه ما فيش بيقولك في حالة بيبقى فيه عندي احتمال من الاتنين. هروح ابص على لو لقيت بتاعتي يبقى لو بصيت على ولقتها يبقى طب بيقولك ايه اللي هيخلي عندي يقولك ساعات بيبقى فيه عيب اما في او عيب في نفسها. يقولك الحاجة التانية ايه انا لو ما لقيتش برضو نفس النظام. هبصت على لو لقيتها فول كيس يبقى دي ايه لو لقيتها دي هتبقى ايه 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 مانوالي. انا اللي فضلت. دي الوقت هاني عرفت ازاي ندد كومنت على كارتلش. تقولك لما تجي كارتلش في الامتحان. اول حاجة بكتب هي اسمها ايه? مسلا يعني كسيم مسلا دي ايه 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 فارفة. ابدأ بعد كده ايه اغطي السبع ايطنز اللي عندي. اول حاجة ده ولا نان رايفلد. الحاجة التانية دي اوتوماتيك ولا نان اوتوماتيك. وطبعا عارفيني زي نفرق الاوتوماتيك في النان اوتوماتيك زي مشرحنا عن طريق ايه? بيبقى فيهن فالنان اوتوماتيك. اما في الامتوماتيك كارتلش بيبقى فيها من تحت ايه حروف? طب الكارتلة دي دي لونج ولا مشرورد. الحاجة التانية. لو الكارتلش اللي اصعدي بيها بولد. بقول هاي البولد دي جاكيتد ولا نام جاكيتد. طب الكارتلش اللي معايا دي فايرت mon譜 خائرت ولا فايرت باطفيلد ولا ام بتتمنونين. بعد كده بكتب بتاع البور ولازم اركز في انا وانا بكتب بتاع البور انا عندي في المنهج لبور. عندي للبور بتاع والدفنيشن بتاع فانا بشوف الكارت اللي جلوه داني دي كارت ولا وعلى هذا الاساس بكتب بتاع البور بتاعها. عشان فيه طلبة كتير بتطلق بطفة المنهجات. اخر حاجة بكتبعي هو البور نمبر. والبور نمبر ده ما بكتبهوش غرف الكارتلج واحدة اللي هي ايه? بيقولك ايه? بيبقى مكتوب فين? هنا في الصورة اللي موضحها هنا وصادي. ده البيز بتاع الكارتلج بتاعت الاسبورتين كارتلج بتبقى مكتوب عليها رقم من تحت. هو ده ايه? البور نمبر. نيكو بعض سمايلكو يقولولنا ايه ده كاتر ايه? فيه ارقام تانية مكتوبة على الكارتلج التانية. الارقام التانية دي انت ملكش دعو بيها دي ارقام تبع المصامع. فالبور نمبر مبكتبهوش غير بس في السبورتين جان كارتلج. السلوية دي احنا بتكلم عن التكنيشن بتاع البور بتاع ده بيقول لك سهل جدا هو عبارة من بتاع اول حاجة التانية بيقول لك الديامتر بتاعت البوليت اتس بيز. بيقول لك اما بالنسبة بالتكنيشن بتاع البور بتاع في ايه? بعض الطلبة بيحسوا هو صعب شوية. بس هو ايه? فكريته سعلى قوس. هو فكريتي هو ايه? بيجيب من الليد بيقسم العدد من القراط. هاز ايه? بيقول لك ايه? نير البريدش انت. بيقول لك ايه طالب. طب احنا ليه اختارنا نير البريدش انت? بيقول لك عشان المنزل انت بتاع البرر ايه? ساعات بيعملوا فيه شوكينج. فالشوكينج ده ايه? بيضيق مصورة السلاح فحييبقى ايه? 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 الديامتر مش هاكير. نشوف نزل الوقت احنا اتضرب على ازاي نكتب ايه كومنت للكارتوليش في الانتحان. انا دخلت الانتحان جات لي ايه? الكارتوليز زي كده. اول حاجة ترفض نظر الكارتوليش دي مصنوعة من البلاستيك. ايه الكارتوليش الوحيد اللي عندي مصنوعة من البلاستيكي هو ايه? حاجة ايه? ابص عليها من فوق حلاقية ايه? مفيهاش فارغة. فحاجة تبين كوسين هي ايه? ايه? ده ايه? اول حاجة العنوان. احب ده اجاوب على السبع اسئلة بتغيب. اول حاجة ده ولا نان رايفلد. ده ايه? نان رايفلد. ايه الحاجة التانية? اوتوماتيك ولا نان اوتوماتيك? طبعا احنا عارفين يهو ايه? نان اوتوماتيك. بس انا عايز اتأكد حاجة بص على البيز. حلاقي ايه? ايه? اول دي ايه? نان اوتوماتيك. حاجة بعد كده ابص على البركاشن كاب. حلاقي فيها ايه? وانا شايف الكارت اليش دي امبتي فتبقى الكارت اليش دي ايه? في الحاجة التانية هكتبها هي هو ايه? ايه? بتاع البور. واخر حاجة هكتبها النمبر بتاع البور. ايه? هبص في الجباز من تحت. هلاقي فيه رقم. ايه? هكتبه في الجم تحت. ادي برضو ايه? عندنا عينا تانية. العيناة تانية دي برضو لخالت لقيتها ايه? مصنوع من البلاستيك. طبعا ايه? اول حاجة هي ايه? بصت عليها من فوق برضو نفس النظام حلقتها ايه? ايه? بعد كده نفس الايتم يهو يا دي ايه? ايه? بس في ايه اختلاف عن التانية. ايه كيت بصت ع البركاشن كاب ملقيتش في ايه? بصت عليها من فوق لقيتها هي ايه? فده يدل على ايه? انا اللي مفضيها هي ايه? ايه? في حد اللي مفضيها. دي برضو عينا تانية دخلتي برضو لقيتها من البلاستيكب هي ايه? بس برضو فيها ايه? اللي اختلاف بصت ع البركاشن كاب ملقيتش في ايه? بصت عليها من فوق لقيتها ايه? مقفولة. وايه? والاكسترنال ويد موجود. يبقى دي ايه? فول ليبينج كيس الكارتليش دي فول ليبينج كيس نوت فايرت. عينا تاني يهو ايه? دي الكارتليش كلها مصنوعة من البراص. بصت عليها لقيت ايه? ان الطرف بتاعها ايه? فيه بينج مقفول على نفسهم. ايه دي من خصائص ايه? الجفير كارتليش هي ايه? فيها بينج والحاجة التانية ايه? ايه? هي كلها مصنوعة من البراص. هقول دي ايه? جفير كارتليش. هروح ايه? 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 ابص عليها هلاقيها ايه? 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 ايه باينة في الصورة دي. ايه ايه? 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 ا نفس النظام هي ايه مصنوعة من الحاجة التاني هي ايه? طرفها في بندن. عبص على المفوق هي ايه? حاجة ببين كسيم هي ايه? ايه كيس. عروح نفس النظام هي ايه? ولا انا اوتوماتيك ولا ناطماتيك. الحاجة التانية هي ايه? ابص على البركشن اكاب. حلقها ايه? في دي بريشن. وفي ايه? وانا عارف هي ومن فوق. هيا ايه? بسببها دي ايه. واخر حاجة تج不知道 بتاع البورل. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع所以呢. وهيبدأ في الجزء بتاعNun排feld cortilish. بقولك support coverage دينا زي ما قولنا قبل كده قلنا في منه ايه long وفي منه ايه short والlong فيه منه automatic وLANy automatic ونفس النظام irritated. في بانه اому Round umatic و ايه هلاقي في الكارتلش بتاعت في ايه من فوق في عندي بعد كده ايه حاجة اشوف هنا العينة اللي عندنا هلاقي ايه مصنوعة من البراص الحاجة التانية ايه طولها تعتبر ايه طويلة بالنسبة ان شاء الله العينات اللي هنشوفها بعد كده بتاعة الشورت ايه بعد كده ببص على البولت اللي عندي من فوق هلاقي البولت بتاعتي دي ايه لونج وايه تابرين فهتي بقى الكارتلش دي بتاعت ايه يبقى كارتلش اوف لونج سيرفس رايفل دور هابدى بعد كده اجاوب على السبع اسئلة بتوعيم اول حاجة هنا عندي ايه ده رايفل دورانان رايفل دي جاوبنا عليها هو ايه رايفل اوتوماتيك وانان اوتوماتيك هروح ابص على ايه يلبيز هلاقي ايه بوجيكتنج ريم يبقى ايه نان اوتوماتيك ايه فايرد ولا نوت فايرد هروح ابص على ايه يلبيز من تحت هلاقي في ايه ايه تبريشن مع البركشن كاب بس في نفس الوقت ايه موجودة عندي البولت يبقى دي ايه فايرد باط فيلد ايه فول كيس بعد كده طب البولت اللي عندي دي جاكتت ولا نان جاكتت ايه دي جاكتت وبعد كده باكتب بتاع البول عينة تاني العينة حبص على القرطرج حلاقيها ايه طولها ايه طويلة نسبيا للان شاء الله الايه القرطرج الشورت اللي احنا هنشوفها بعد كده دي عبارة عن ايه هروح ابص ايه مش موجود فيها بولت من فوق يبقى دي ايه بين كسين نفس النظام هي رايفل دي ايه الحاجة التانية هروح ابص على ايه من تحت هلاقي فيها ايه هادي الجروف هلاقي ايه جروف الحاجة التانية دي ما فيهاش البولت يبقى ايه هروح ابص على من تحت هلاقي في ايه في البركاشن كاب يبقى ايه بتاعتي دي فاير بعد كده حتبقى ايه بتاع البول بتاع ايه عيناتين برضو نفسها نظام ايه كارتليش اللي ايه ما النسبيا هي ايه طولها ايه طويل ان شاء الله الاعينات اللي بعد كده هم الشرط ايه ايه كارتليش الحاجة التانية هي ايه ايه هروح ابص هي مش موجود فيها ايه بولت من فوق هي ايه هروح ايه ايه اجاوب على نفس الرايفل دولان رايفل دلاثي رايفل اوتوماتيك راح ابص على البيز حلاقي فيها ايه هتبقى ايه راح ابص على ايه البركاشن كاب حلاقي فيه نفس الوقت مفيش البولت بقى دي ايه فايرتو اخر حاجة هكتبها ايه ديفنش اللي بقية عالبولت لو جيت الحاجينة زي كده في المحان اول حاجة هلاحظها هي ايه طولها شورت والبولت اللي ايه اللي من فوق دي ايه شورت وبلانت فتاة دي بقى كارتليش بتاع ايه كارتليش اوف شورت ايه رايفل دولا بعد كده حافظة ايه اجاوب على السبع اسئلة بتوعي ايه الكارتليش اللي عندي دي رايفل دولان رايفل دي رايفل دي رايفل دولان اوتوماتيك بولان اوتوماتيك هروح ابص على ايه البيز بتاعها هلاقي ايه برجو تنجرم بقى ايه نان اوتوماتيك واللي جزيب احنا قلنا قبل كده هو الكارتليش بتاعتي لما تبقى شورت ونان اوتوماتيك هيبقى استلاح ليه اسم اسمه ايه المسدس بتاع الزياب. انا لازم في الامتحان. ايه? اكتب ايه? بين قصين دي الكارتلش بتاعة الريفورفر. ولك بعد كده ايه? ايه? البولت اللي عندي. جاكدت ولا نانجا كدت? البولت ايه? نانجا كدت. ولك ليه هي نانجا كدت? بولك ايه? لونها شبه لون ايه? سن القلم الرصاص. عشان هي مصنوعة من الليد. وبعد كده دي فايرد ولا ناط فايرد. هبص على ايه? مش هلاقي فيه والبولت موجود من فوق يبقى دي ايه? بعد كده حكت بالديفنيشن بتاع البور. العينة دي شرط ايه? حبت ايه? اجيب على الحاجات اللي عندي دي ايه? 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 بعد كده البولت اللي عندي ديه جاكيتد ولا نان جاكيتد ايه جاكيتد. ايه دي فايرد ولا ناط فايرد هبص على البركاشر مش على يفيها ديبريشن ويلاقي ايه البولت من فوق يبقى دي ايه? ناط فايرد فول ايه فول لبينج كيس ايه الحاجة بكتبها ايه? بتاع البور هوانساج هنا ايه? ليد دي هي شرط ايه يبقى ديه القارتش بتاعة الاوطوماتيك. العيينة دي ايه? فياظير دي ايف�� ايفات في دا اراه يبقى العيينة دي ايه? في العيينة دي اخفي ايه? في اوف نفس العيينة اللي موجودة ايه? في السلوفينين اللي قبل كده. بس الفرق اهن عندي ايه? ما عنديش بوليت. يبقى العينة دي. العينة دي. الحاجة التانية هي ايه? عارفتين فين هي عليها ايه? وبعد كيه بكتب بتاع العينة دي ايه بوليت وفلونج يصرف ايه عندي دي جاكتد منولي اللي قمنا عليها هي عشان ما عليهاش بس. كده ان شاء الله اذا كنتنا نكون خلاصنا الدرس بتاع الخير ارمي ويبنز وبالتوفيق ان شاء الله اذا كنترى.